ترجمة نانسي قنقر لم تكن معروفة قبل خمسين سنة قبل هي من مخترعات هذا العصر ومن سمات هذا العصر أنه عصر التقنية وعصر المعلوماتية ظهرت بعد ظهور الصحافة ثم ازدهرت وتطورت واكتسحت بعد سيطرة الإنترنت على الحياة من أنواعها رسائل القراء هذه التي نجدها في الصحف سواء كانت صحف ورقية أو صحف إلكترونية رسائل القراء هذه التي نجدها في الصحف والمجلات تعد من أنواع رسائل الإعلام الجديد ثانياً رسائل البريد الإلكتروني أو ما نسميه عادة بالإيميل هذا نظام للتراسل بوسيلة إلكترونية من عنوان إلى عنوان يتميز بالسرعة يتميز بأنه أكثر تنظيماً يعني من فوضى الورق بالإضافة إلى أنه يعني ربما يعني أسهل للحفظ إذا الشخص يعني يريد أن يحفظ هذه الرسالة ليسترجعها وقت ما يشاء وبسرعة هو لا شك يخدم أكثر مما تخدم الرسائل الورقية ثالثاً الرسائل النصية والرسالة النصية هذه التي ترسل عن طريق الهاتف المحمول عن طريق الجوال كما نسميه من جهاز إلى آخر مثل الرسائل الـ SMS الـ MMS الـ Blackberry اللي تسمى BBM رسائل واتساب عندنا أيضاً التيلجرام عندنا يعني فيه برامج كثيرة يعني منها ما استمر ومنها ما تغير وحتى هذه التي على الفيسبوك يعني لا بد أن نجد للمحادثات والرسائل الخاصة مكاناً في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي هي رسائل سهلة التناول بين الناس ترجمة نانسي قنقر